بسم الله الرحمن الرحيم هذه مراجعة بها بعض نمازج وأسئلة الميز الميز الأول جمال is about the kind of work he wants to do when he leaves school في الاختيارات think, thought, thinking كل سؤال بيكون في كلمة هي تعتبر مفتاح الحل قبل الفراغ موجود is وإحنا لما يكون في موجود verb to be اللي هو am أو is أو are على طول بنضيف للفعل ing لأنه بيكون في الحالة دي ده زمن present continuous اللي هو بتكون من verb to be لاصف verb plus ing he wants a job that is not الاختيارات poured, pouring, poor عايزين صفة تصف الجوب he wants a job هنا تصف الجوب في عندنا هنا صفتين poured صفة و pouring صفة بس دايما نخلي بالك الصفة اللي بيكون أخرها ing بتصف الأشياء والصفة اللي بيكون أخرها id تصف الأشخاص إلا طبعا في بعض الصفات اللي بيكون ing هي أصلا أساسية في الكلمة فممكن تصف الأشخاص زي مثلا كلمة caring اللي هو عطوف أو ودود طيب في السؤال هنا he wants a job إحنا عايزين نصف الوظيفة هنقول على الوظيفة bored ولا boring طبعا الوظيفة تعتبر هتبقى boring لكن لو الشخص هو اللي بتكلم عن نفسه كان قال إيه bored نكمل his family suggests different jobs that they think he could do well his mother thinks he could be a science الاختيارات teach teaching teacher في هنا a يعني هيكون نون فين النون اللي موجود طبعا هي ايه a science teacher يعني مدرس علوم because he likes maths and science جمال أجريد that they are interesting نخبرنا هنا بيصف المواد فاختر حط الصفة فيها ing لو كان بيتكلم عن نفسه هو كان interested ok but he is not very good these subjects في الاختيارات at in on ok في بعض الصفات زي good أو bad أو clever بيأتي معها كلمة at أي سيه مثلا good at clever at bad at like that فدي تبقى قعدة لازم نعرف آخر سؤال he isn't that he could do this job في الاختيارات confident يعني واثق interesting وقال من المعنى كان بيقول he is not very good ليس جيد فيه معنى كده he isn't he isn't what he isn't confident هو غير واثق نعرفناها من المعنى اللي قبلها كان بيقول he is not very good at the subjects ننتقل إلى الميز الثاني هذا هو الميز الثاني سعيد سعيد إذا أجد boy he is cool so much في الاختيارات like liking likes في الفاعل عندنا ده زمن present simple مضارع بسيط والفاعل عندنا مفرد singular لما يكون الفاعل he أو she أو it أو is مفرد وده زمن مضارع على طول بنزود is في نهاية الفاعل لكن لو كان لو كان الفاعل هنا i أو we أو you أو they أو plural لو أس الكلمات الجمع كنا أخذنا الفاعل بدون is ولو كان فيه verb to be لو أم أو إذا وار كنا أخذنا الفاعل اللي بيكون فيه ing سؤال الثاني he goes to school هو يذهب إلى المدرسة طيب he sometimes always never شوف he is a good boy وبيحب المدرسة بيحب يروح المدرسة معنى كده أنه هو إيه دائما بهذا يبقى المدرسة يبقى he he always لها معنى دائما goes to school at school he is football with his friends برضك شوف هنا لسه لنا هنا في هنا verb to be verb to be أما أو is وار على طول نضيف للفاعل إيه في الآخر تمام نضيف ing he is playing لو ما فيش كلمة is كنا أخذنا على طول إيه اللي هو الفاعل في replace بإضافة s لأن الفاعل الفاعل مفرد نكمل بإضافة classroom there blue chairs and the wall is blue too there في الاختيارات is are am طيب نعرف إزاي إذا كانت is ولا are من خلال الاسم اللي موجود عندنا chairs chairs تعتبر فيه هنا is plural is الجمع يبقى معنى كده إن هي كلمة جمع الفرب to be حج الجمع بيكون إيه بيكون طبعا اللي هي are لو هنا كان فيه الكلمة بدون is كنا أخذنا is number five there are some flowers on the table عايز أقول طولة المعلم يبقى هنا فيه ملكية اللي هي بنقول عليها possessive is اسم ملكية أي واحدة اسم ملكية موجودة هاي teachers table ده اسم ملكية ننتقل إلى ميز number three تكلم عن the week ends كلمة في week end اللي هي أجازة نهاية الأسبوع بياتي قبلها ممكن at أو on at في British English أو on في American English فالتنين صح at أو on ok number two the sky is blue and the sun is ناخد بالنا the sun is في هنا verb to be على طول بنضيف ing في نهاية ال verb لأن بيكون present continuous the next one number three what why when it's summer when when it's summer the weather is very hot ok number four they stay inside outside beside their houses until the night when it gets cool يعني بيفضلوا في البيت لحد ما الجو يبقى يبقى كويس في الداخل معنى كلمة في الداخل اللي هي inside ولا outside طبعا جاء من كلمة in حتى اللي معناها في inside معناها في الداخل ok number five in winter the weather changes عايز اقول الطاكس او المناخ بتاع دولة الامارات في هنا ملكية اللي هي possessive possessive s اللي هي طبعا بيكون في ابوسرو في s اللي هي دي دي ابوسرو في الس الملكية تمام number six one day the weather can be sunny sunny sunned suns طبعا الصفة اللي هي معناها مش miss دي معروفة طبعا ليه sunny في بعض الصفات زي sunny cloudy وغيرها زي انته دائما بحرف الواج the next day it can rain most people هنا people وده زمن present مدارع بسيط يبقى نضيف s ولا ما نضيف طبعا جمع يبقى منضيف s طب لو كان هنا مفرد او هي او ش او ات كنا على طول اضفنا s ده طبعا في زمن present simple المدارع البسيط the next one the winter is was it cool in the in the you i aaa winter يعتبر singular مفرد اي كلمة تعتبر مفرد هنا حج المفرد طبعا is حتى وص للمفرد لكن في الماضي سنتكلم عن present عن المدارع البسيط يبقى الإجابة ايه الإجابة is لو الجملة في الماضي كنا اخذنا واضح الماضي اوكي نمبر ناين اي things think thank the winter and the you is great الاي بتعتبر تعمل زي ضماء للجمع نفس we you they او plural يبقى ما نضيف s للفعل i think احنا نضيف الاس في حالة فقط اذا كان he او she او it او اسم مفرد the last one everyone has a lot of fun doing do done activities outdoors هنا هاخد الverb يكون gerund gerund اللي هو الفعل مع ing شوف everyone has a lot of fun كل واحد بيعمل كثير من المتعة والفرح فعلا كثير من الانشطة doing activities outdoors يبقى هاخد gerund اللي هو verb plus ing ننتقل الميز الاخير معنا اللي هو this one my name is aحمد i i is come am live was born on 7th august عايز ولد 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 معناه ايه ولد معناها was born انكم تكلم عن في الماضي اصلا الوحيدة اللي في الماضي هنا was number two i like go love goes enjoy going to school everyday like بصو بقى قاعدة مهمة كلمة like love enjoy التلاتة دولي بيأتي بعدهم اللي هو verb plus ing هنا جاي معها go ما ينفعش كلمة مفروضة going كلمة love معها goes كلمة مفروضة going دي الوحيدة اللي مكتوبة صح enjoy going لأن كلمة enjoy يأتي بعدها فعل مع ing تمام number three i usually never get up early in the morning at about six am ما هو هنا عادة هو بيصحى الساعة ستة اي كلمة معناها عادة هنا طبعا usually ما ينفعش اقول never never معناها ابدا هو مفروض انه هو بيروح المدرسة اوكي اا نكمل number four نبدأ الجملة من الاول the best thing in the morning is having breakfast with my mom عايز اختار صفة تناسب الام exciting ولا beautiful ولا different صفة اللي حسب المعنى هنا تعتبر ايه beautiful امه الجميلة تمام دم المعنى طبعا تبقى للمعنى الجملة yesterday in class i yesterday مفتاح الحل خلاص زمن في الماضي فين الاختار اللي في الماضي الفعل set الماضي بتاعه set يبقى this is the correct answer at the front because i really i really like listening enjoys watching loved hearing to اي فعل بياخد to عارفين نحن نقول listen to يستمع الى يبقى like listening to my teacher listen to يستمع الى طيب I went back number seven اول الجملة my mom told me that I looked so I had a rest strong ولا happy ولا tired مع حسب المعنى بيقول I had a rest يعني خدت راحة ترامي خدت راحة معناها هو كان تعبان اي واحدة معناها متعب طبعا اللي هي كلمة tired معناها متعب later I with my friends الزمن الفقرة اصلا في الماضي فين اي واحدة في الماضي كنا شرحنا قبل كده قلنا اللي هو regular اللي هو الافعاله regular بتنتهي بالed يبقى this is a the past simple الماضي بسيط I played with my friends عايز صفة تصف الاصدقاء هو بيلعب معاهم معناها انه هو مبسوط معاهم يبقى نصف انهم ايه اصدقاء كويسين lovely friends ولي سبات لانه هو مفرود انه بيلعب معهم ومبسوط معهم طيب ومبسوط كان آخر سؤال وكذا خلصنا الميز الأخير بالتوفيق لجميع الطلاب شوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة الله شكرا